مجلس النواب مجلس النواب الجهود التي بذلها الفريق الوطني المعني بتقديم التقرير الطوعي الرابع وما تضمنه من استعراض شامل لما حققته المملكة من إنجازات بارزة في مجال حماية وتعزيز الحقوق والحرية العامة وما تضمنه التقرير الوطني من إقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتوسع في تقديم أفضل الخدمات للفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة وتقدمها وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة ونوهت معاليها إلى أن مملكة البحرين تسير بخطة ثابتة وفق سياسات عصرية وخطط ومشاريع وبرامج طموحة ومتكاملة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مشيرة معاليها إلى أن البحرين حريصة على تعزيز وتكريس سياساتها الفاعلة في الداخل والخارج من أجل ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والتنمية المستدامة للجميع ترجمة نانسي قنقر